لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كل سنة وحضراتكم بألف خير النهاردة يوم عرفة يوم من أعظم الأيام عند المولى عز وجل وحجاج بيت الله الحرام لأنهما النهاردة هيصعدوا إلى جبل عرفات ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج في مشهد عظيم مشهد يمكن كله روحنيات كله إيمان مشهد بننتظره من السنة للسنة ده حقيقة أحمد يعني يبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ شروق اليوم التاسع من دي الحجة التضفق إلى سعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة يوم عرفة من أجمل أيام السنة لم يرى يوما أكثر فيه عتقب من النار أكثر من يوم عرفة شكل الحجاج وهم على جبل عرفات بيكون لي روحنيات كتيرة ودعاء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكة لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك بيكون على السنة طول اليوم ربنا يكتب لنا الحج لكل القلبه متعلق بزيارة بيت الله الحرام السنة دي عداد الحجاج ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دلوقتي كتير جدا حوالي تقريبا مليون حاج في المشاعر المقدسة وده عدد كبير طبعا لو بنقارن بالسنتين اللي فاتوا اللي كان فيهم أزمة فيروس كورونا السنة دي الحمد لله الحمد لله عدد الحجاج أكبر ربنا يتقبل من الجميع وربنا يرزقنا ويرزقك يا أحمد إن شاء الله يا رب الله ما أمينه السنة جاء نكون على عرفات سوى بإذن الله يعني لكن يمكن أهم ما يميز الحج هذا العام من خلال يعني الرسائل اللي بيتم إفادتها لينا للاطمئنان على البعثة المصرية هو عملية التنظيم وعملية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لكن زي ما احنا عارفين الحج عرفة عارفين إن حب الأعمال إلى الله هو يوم عرفة لأن كمان يوم عرفة مش لحجاج بيت الله فقط لأنه هو يوم لكل المسلمين لأنه هو خير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة يوم لا يرد فيه الدعاء لأن قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير ده بيقول إيه؟ ده بيقول اللي إحنا نكثر من الدعاء في هذا اليوم لأن اليوم ده كمان هو اليوم اللي نزلت فيه الآية اللي بتقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا يعني النهاردة الآخر كده يوم من أحب الأعمال ومن أحب الأيام إلى المولى عز وجل فيريت كلنا نكثر منه الدعاء ندعي لنفسنا ندعي لبلدنا ندعي لربنا يعني يوفقنا فيما هو قادم لأن يوم عرفة هو يوم بيخفر كمان يعني سنة ماضية وسنة باقية فهو يوم من أهم الأيام اللي موجودة يريت كلنا الصيام فيه تحديدا بيخفر سنة يعني ماضية وسنة باقية فيريت كلنا نكثر الدعاء بقى أثناء الصيام ده هيو يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حديث احتسبوا على الله يعني الكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها في يوم عرفة فعلا زي ما انت قلت يا أحمد من أفضل الأيام عند الله بيكفر سنة قبل وسنة باقية كمان النهاردة زي ما انت قلت فرصة نحن نكثر من الأعمال الصالحة منها صلاة وصيام وصدقة وذكر وصلة رحم ونعيش روحانيات اليوم ده اللي احنا بنستنى في الحقيقة من السنة للسنة يوم كله بر وكله فضل وكله كرم من ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني أيامنا كلها تبقى خير ومحبة ويعني بنقول لحضراتكم كل سنة وانتوا طيبين بكرا ان شاء الله يبقى أول أيام عيد الأطحى المبارك يعني كمان من الأيام الجميلة والعياد اللي احنا بنستناها فعلا فاحنا بنصبح على حضراتكم ونتمنى لكم يوم جميل صباح الخير يا مصر